السلام عليكم كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي مقطعنا اليوم عن التحديث الجديد 23-30 جايب لكم جميع الأخبار والتسريبات والجوائز المجانية فقبل ما نبدأ المقطع أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك خلنا نبدأ بالتفاصيل قبل ما نبدأ في المقطع خلينا أذكركم بحجم التحديث للسوني فور خمسة جايجا وشوية والسوني فايف خمسة جايجا وبقية المنصات تقريبا حول أربعة أو خمسة جايجا طيب خلينا نبدأ بالأخبار عندنا أول شيء بوابة الصدعة اكتملت زي ما انتم شايفين خلا ورين لكم اياها الصورة أوضح هذه هي إلى الآن احنا ما احنا عارفين ايش هيكون نظامها فان شاء الله في ايام المقبلة حيبين معنا كل شيء تمام طيب بعد كده عندنا التحديات الاسبوعية في خبر حلو عن التحديات الاسبوعية من الآن التحديات الاسبوعية ما هيكون لها تاريخ انتهاء يعني التحديات الاسبوعية من بداية السيزن كان مدتها سبع أيام كل ما تنزل في سبع أيام بعد كده تختفي الآن التحديات الاسبوعية كل اسبوع حتتلم لبعضها إلى نهاية السيزن يعني ما حيروح وقتها نهائيا يعني مثلا عندنا اليوم التحديات الاسبوعية للأسبوع التاسع إذا انت ما سويتها عادي يجيك الأسبوع العاشر حتتلم على بعضها يعني ما لا تاريخ انتهاء ماشي؟ طيب عندنا بعد كده هذه القدرات الجديدة خلينا أديكم إياها كده بصورة سريعة وإن شاء الله سأسوي لكم مقطع وأشرح لكم إياها بالتفصيل عندنا بعض القدرات إن كده إن تكسرت البوشات تطلع لك جنابل وتطلع لك مواد غدائية في عندنا قنبلة الضل حنقدر نحصل عليها من التصفية الأعداء ونقدر نحصل عليها من الصناديق في عندنا الانزلاق في الجليد في عندنا المسدس شايفين الصورة حق المسدس هذه هذا المسدس يعشق لوحده يعني ما يحتاج أن تتعشقه تمام؟ فجميع القدرات هذه إن شاء الله سأسوي لكم مقطع وأشرح لكم إياها بالتفصيل بعد كده عندنا هذه القدرة أختفت من اللعبة يعني ما هي موجودة الآن معنا وعندنا تعاون فورتنايت ودراغنبول الجزء الثاني خلينا أتكلم على جميع الأشياء اللي تخص هذا التعاون أول شي عندنا حافلة المعركة تغيرت حتكون بنفس الشكل هذا بعد كده عندنا أضافوا قوة كميها ميها كثير منكم صراحة بنتظرها وعندنا الغيمة اللي منطير فوقها هذه الأشياء هتكون معانا متواجدة في اللعبة من اليوم اللي هو 31 يناير إلى 17 فبراير لأنه يوم 17 فبراير في تحديث اللي هو 23.40 وقتها هتختفي تمام؟ طيب بعد كده عندنا عندنا الماب إن كانت تذكروا هذا الماب حق الدراقنبول أحط لكم رقم الماب أسفل الفيديو طيب الماب هذا حيكون فيه تحديات ومن خلال التحديات هذي هنحصل على جوائز مجانية عبارة عن بخاخات صراحة الجوائز مية قدي كده هذه المرة فهنحصل على البخاخين هذي إن شاء الله أول ما تنزل التحديات هسوي لكم شرح للتحديات بعد كده عندنا هذي اسكينات اللي نزلت معانا عن التعاون بين فورتنايت ودراقنبول هذي المرة اتنين اسكينات صراحة غريبة دائما تعاونات فورتنايت مع الانيمي في أربع اسكينات هذي المرة فيه اتنين اسكينات يعني الشي كان خارج عن توقعاتنا فهذه الحزمات الآن موجودة في تقدروا تشتروها من الآن أهم شي إذا جيتوا تشتروها لا تنسوا تستخدموا كودة دعم اكس تو اكس تو تمام طيب بعد كده عندنا هذي شاشة تحميل هتكون مجانية إذا احنا اكملنا تحديات حفظة العهد الجزء الثالث واليوم هتنزل معنا التحديات وإن شاء الله سوي لكم شرح للتحديات وإن شاء الله نحصل على شاشة التحميل المجانية بعد كده عندنا هذي جميع الملفات اللي نزلت يقولك تم إضافة ملفات إضافية لوضع المنظورة الأول يعني قبل كده نزلت ملفات في ملفات اللعبة تخص المنظورة الأول وده حين نزلت ملفات إضافية فممكن حتتفعل معنا في الأيام المقبلة وممكن حيسوه للسيزن الجديد إلى الآن غير واضح أي شي بعد كده عندنا يقولك تم تصحيح الكثير من المشاكل المتعلقة بالقبعات كثير منكم حصل مشاكل على الإسكنات اللي لهم قبعات فالآن أتصلحت المشكلة هذه بعد كده عندنا هذه الحقيبة اللي ما حصل عليها حيحصل عليها الآن وبعد كده عندنا هذه جميع الإسكنات والأشياء اللي نزلت معنا في ملفات اللعبة هذه أول صورة وعندنا المجموعة الثانية اللي هي هذه تمام طيب اليوم إن شاء الله آآ آآ الساعة ثلاثة مع تغير الأيتم شوب حتظهر معنا حزمة الطاكم لشهر فبراير تمام إن شاء الله حسوي لكم عرض كامل للحزمة بعد كده عندنا هذه حزمة جديدة وإن شاء الله أول ما ينفكي التشفير عنها حسوي لكم مقطع يعرض لكم كامل الحزمة طيب خلينا أعرض لكم الآن جميع الحزمات اللي نزلت اليوم معنا في ملفات اللعبة وحتنزل في مجر العناصر في الأيام المقبلة هذه جميع الحزمات في عندنا حزمات دراقين بول الآن متواجدة في الأيتم شوب لكن بقية الحزمات حتكون معنا في الأيام المقبلة هذه هي كلها لكن مواعيدها إلى الآن غير واضحة يعني لحد يرسلي في التعليقات يقول لي متى موعد كده متى موعد كده هذا الشيء إلى الآن غير معروف طيب قبل ما نخدم المقطع فيه نزلت معنا ركسة والركسة هذه عليها كوبرايت حنزل لكم إياها في قناتي الثانية وحط لكم الرابط أسفل فيديو اللي بيشوف الركسة صراحة الركسة مرة خيالية طيب هذه الركسة أنا حسوي عليها جفويل خمسة أشخاص خلينا أوضح لكم الركسة هذه هي حسوي جفويل خمسة أشخاص هيكون في هذا المقطع كل اللي عليك إنك في التعليقات ترسل لي اسمك في اللعبة بعد 24 ساعة أو 48 ساعة حختار خمسة أشخاص والخمسة الأشخاص هذو حضيفة ومعندي في اللعبة أول ما تنزل الركسة حرسلكم إياها مجانا بعد 48 ساعة إن شاء الله حنزل في المنتدى الأشخاص اللي ربحوا الركسة عشان أرسلهم إضافة في اللعبة ويقبلوا الإضافة علشان أول ما تنزل الركسة أقدر أرسلكم إياها مجانا هذا كل شيء كان عن التحديث الجديد 23.30 جايب لكم جميع الأخبار والتسريبات الجديدة إذا ظهرت معي بعد كده أشياء جديدة إن شاء الله حنزل لكم إياها في المنتدى وإذا نزلت أخبار كثيرة حسوي لكم مقطع خاص لوحده كده وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب اكس تو واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة اشتركوا في القناة